الحطور على رمز الQR الخاص بحسابك على التيك توك اليوم سوف نتعرف على هذه الطريقة من خلال اتباع مجموعة من الطرق سوف نقوم بها سوف نأتي إلى الأسفل نقوم بالضغط على الملف الشخصي بعد ذلك سوف يأخذنا إلى نافذة ملفنا الشخصي نأتي إلى الأعلى نقوم بالضغط على هذه العلامة ثم سوف تظهر معنا نافذة على هذا الشكل نأتي إلى الإعدادات والخصوصية وبعد ذلك سوف يقوم بأخذنا إلى نافذة الإعدادات والخصوصية نقوم بالضغط على رمز الQR وهنا سوف تجد رمز الQR الخاص بك هنا إذ كنت تريد أن تقوم بإعطاء حسابك لشخص عبر فقط رمز الQR لإلتقاط صورة له لكي يتم تفعيله يعني يكفي فقط أن تقوم باستعمال هذا الرمز الخاص بك في هذه النافذة على حسابك الخاص تيك توك وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك والضغط على الزر لايك ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله